إذن نعود إلى الموضوع الأساسي وهو ضيفة تحرير والذي سنتعرف معه على المشهد الأمريكي عشية الانتخابات الرئاسية إذا أرحب بمشاهدين باسمكم بالأستاذ عبدالله العبدي المختص كما قلنا في الشأن الأمريكي والذي ينضم إلينا عبر الإنترنت أستاذ العبدي أهلاً ومرحباً بك مساء الخير أهلاً ومرحباً بك مساء الخير شكراً للتصرفة مرحباً كنا نحدث أستاذ المشاهدين حول أبرز محاول هذه الحلقة من ضيفة تحرير وفيها رصد لأبرز تطورات المشهد الانتخابي هناك في الولايات المتحدة يعني أكثر من 90 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية سواء عبر البريد أو حتى بشكل شخصي الأسلوب الذي لا يفضله ترامب هو التصويت عبر البريد ولكن اليوم قد نقول بأن هذه النسبة التي تسجل عشية الانتخابات الرئاسية نسب تاريخية وينتظر أيضاً أن يكون هناك إقبال ربما غير مسبوك في الولايات المتحدة السؤال هل هذا الإقبال يشكل إرادة شعبية حقيقية نحو التغيير بانتخاب بايدن أم نحو التأكيد على التمسك بدونالد ترامب فعلاً سؤال جيد جداً هذا الرقم حطم أرقام القياسية السابقة حالياً الرقم هو أكثر من 94 مليون وخمسمائة وينتظر أن هذا الرقم سيتزايد بشكل كبير وكذلك الرقم كان قياسي بالنسبة للانتخابات الاستباقية أو الباكرة فعلاً هذا الاهتمام له عدة دوافع فعلاً لأنه من قبل لم تكن هناك الانتخابات غالباً تكون على براميج أو بين حزب ديمقراطي وحزب الجمهوري لكن لم تكن له لهذه المسحة الإيديولوجية الآن بدأت تظهر بعض الجوانب أو الملامح لمسحة الإيديولوجية وأصبح المواطن يشعر بأنه له القدرة على أن يغير بشكل كبير في مصار والنتائج الانتخابات وتم النداء بشكل كبير إلى أن يلعب المواطن دوره بشكل كبير فعلاً هي أرقام قياسية جد مهمة في عدة مجالات في العدد المشاركين في عدد طوابير التي كانت موجودة أمام مراكز الاقتراعات في عدد المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق البريد بشكل عادي وكذلك حتى على العدد الناس الذين ينتظرون أدوارهم فأرقام قياسية هناك من انتظر لمدة 11 ساعة ليدلي بصوته وهذا يتطلب نعم من الاهتمام والحماس الكبير لهذه الانتخابات ثم هناك الشخصين المتروحين دونالد ترامب دونالد ترامب إنسان الذي له قدرات واسعة شعبوية يمكن أن تكون بني قوسينتوسة بأنها شعبوية ولكن له قدرات تواصلية لأنه شارك في عدة أو إخراج عدة برامج التلفازية وهو يعرف طريقة الخطاب وقد استعملها وأنجحته ونجحت ومكنته من الفوز سعب الإله سنعود ربما لطريقة التواصل مع الناخبين أو حتى في جلد الخصوم إن صح التعبير ولكن قبل ذلك شاهدنا في الأيام الأخيرة يعني الحمد الانتخابي لم تبدأ اليوم ولكن منذ أشهر ولكن في الأيام الأخيرة ولحد اليوم يعني هناك تركيز على الولايات المتأرجحة ومن أبرز الولايات فلوريدا فلوريدا التي كانت حاسمة في السباق الانتخابي سنة 2016 بين ترامب وهيلاري كلينتون فلوريدا تتوفر على 29 صوت في المجمع الانتخابي الأمريكي لا لون لها لا أزرق ولا أحمر ولكن اليوم تركيز كبير وكبير جدا من طرف دونالد ترامب وأيضا جو بايدن على هذه الولايات ويقال من فاز بفلوريدا يفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هذه الولايات المتأرجحة وولايات متأرجحة أخرى نورت كارولاينا ويكسينسون وأيضا عدد من الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا محوريا في تحديد الرئيس المقبل كيف تقرأ ربما توجهاتها بالنظر إلى استطلاعات الرأي العام والتي على سبيل المثال أيضا مرة أخرى نطرح فلوريدا لأهميتها يعني رويترز قالت بأن هناك شبه تعادل بين ترامب وبايدن في فلوريدا شكرا لو سمحت لابد أن نعطي للمشاهدين فكرة جد مهمة لأنه فعلا أن فلوريدا أصبحت متأرجحة في وقت لما تكون متأرجحة هناك مجموعة من الولايات المتأرجحة التي كانت عددهم يبقى سبعة الشيء الذي حادث بعد لماذا سميت بأنها ولاية متأرجحة هي هناك في الخمسين ولايات الأمريكية هناك مجموعة من الولايات التي دأبت منذ عدة سنوات على التصويت للجمهوريين وهذه الولايات لا تتطلب مجهود من طرف المرشح ولا تتطلب مجهود أكثر كذلك من ناحية التمويل أو على الحمالات الانتخابية وفي الجانب الآخر هناك ولايات دأبت لمدة سنوات عدة على تصويت للديمقراطيين وبالتالي لا تتطلب مجهود كبير بالنسبة للمرشح ولا بالنسبة للتمويل الشيء الجد مهم بالنسبة للمشاهد الكريم هو أن هذه الولايات محسومة نتائجها لا تدخل في الاعتبار فيما يتعلق باستطاعة الرأي لعم لماذا هناك الولايات المحسومة؟ الولايات التي يمكن إلى حد ما تعتبر شبه محسومة وبالتالي هي تتطلب مجهود كبير ثم هناك الولايات المتأرجحة هذه الولايات المتأرجحة هي الولايات التي بين سنة وسنة أخرى يمكن أن يغير تصويت ويمكن أن تكون تصويت الجمهورية بالنسبة لولاية واحدة بعد ذلك الديمقراطي ثم الجمهورين هذه الولايات تتطلب مجهود كبير 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 جدا وتمويل بشكل كبير كبير حينما تكلمنا على الميزانية المرصودة اليوم هذه الحملات الانتخابية تطلبت 6 مليار بس إلى 600 مليون دولار رقم قياسي لا يمكن أن يتصوره الموت نعم وفيه التفوق لجو بايدن على دونالد ترامب في الإسمحة السيل عبدي فقط إضافة بسيطة فيما يتعلق بالحملة الانتخابية وأيضا التكلية المادية نسبة تمويل هذه المرة هي أكثر بالنسبة لجو بايدن من دونالد ترامب وهي التي سمحت له بمساءل الدعاية التلفزيونية ونعلم أنها مكلفة ومكلفة جدا فعلا كما تأكيد لما قلت كذلك هو 6 مليار و 600 مليون دولار إذن بالنسبة للولايات المتأرجحة الشيء الجديد كذلك بالنسبة لهذه السنة هو سنة أرقام قياسية كذلك إذن لم نبقى على فقط الولايات المتأرجحة المعروفة تكساس أريزونا فروليدا جورجيا كارولينا أوهيو الكلاسيكية الآن أصبحت هناك ولايات لم تكن متأرجحة أو تدخل في عدد المتأرجحة السابقا كانت محسومة لأحد الأحزاب فأصبحت منها مجموعة انتقلت من الجمهوريين إلى إمكانية أن تأخذ من طرف الديمقراطيين وبالعكس ولايات كانت محسومة بنسبة الديمقراطيين وأصبحت الآن يمكن أن فيما يتعلق الاستفساءات أو استطلاعات الرأي العام ممكن أن تحسن لديمقراطية أو تحسن لجمهوريين إذن دخلت هناك خمسة ولايات إلى ستة لكي تصبحها متأرجحة ليصعد العدد للولايات المتأرجحة إلى حوالي 12 وهذا شيء جديد أنه خمسة أو ستة ولايات لم تكن في انتخابات السابقة تعتبر متأرجحة وأصبحت متأرجحة فلوريدا لماذا فلوريدا؟ فلوريدا لأنه إذا حسبنا الولايات المحسومة لبيدن وأدفنا إليها عدد ولايات الشبه المحسومة لبيدن فيكفيه فلوريدا فقط وولايات أوهيو ويمكن أن يحقق الرقم السحري أو المعدل السحري هي 270 ناخب كبير أدون أنه ستكون الفرصة هناك لنتكلم لماذا ذا الرقم السحري 270 أعود مرة أخرى للنقطة التي وقعت تأكيد عليها هي نقطة الإصلاعات الرأي العام إصلاعات الرأي العام تزين سياسة للولايات المتحدة الأمريكية وبالذات في كل محطات وكل المجالات ولكن بالذات في المجال السياسي وبالذات فيما يتعلق كل أربع سنوات في الانتخابات الرئاسية هذه المدارس ومعهد غالوب لإستطاعة الرأي العام والمؤسسات الكبرى المعروفة في العالم التي تلعب أدوار في بلوراس وتحريق الرأي العام صدمت في سنة 2016 لأنها فقدت الميصدقية ديلا نعم هذا يفوتني للحديث إلا أسمحتي لي على أتذر على المقاطعة مرة أخرى إلا أسمحتي لي يا أستاذ بالحديث عن استطلاعات الرأي العام يعني منذ بداية الحاملة الانتخابية تمنح التقدم للمرشح الديمقراطي جو بايدن قد نقول على غرار هيلاري كلينتون سنة 2016 النسب تصل لعشرة بالمئة وهذه النسب ليست بالسهلة يعني فقط كما ضربنا المثال قبل قليل بفلوريدا قلنا بأن رويترز إبسوس قالت بأن هناك شبه تعادل وإن كان بايدن يتقدم يعني 48% يعني هناك نسب طفيفة جدا بينه وبين ترامب في فلوريدا تفوق طفيف لا أكثر ولا أقل ولكن في هذه الاستطلاعات نفسها تمنح المراتق الجغرافية يعني تقول هذه كما تفضلت موالية للجمهوريين ومنذ زمن يعني من المؤكد أن يكون هناك تفوق لدونالد ترامب في بعض المناطق ولاية كثيرة جدا هناك الرغبة لدى الناخبين تغيرت يعني من كان يوالي مثلا في تكساس أو غيرها من اللاتينيين من الأقليات كان يوالي للحزب الجمهوري هناك متغيرات كثيرة وقعت بناء الصور واقعة فلويد وما أثر على الأمريكيين من أصول أفريقية العلاقات التجارية مع الصين وغيرها هناك سكان آسيويين داخل الولايات المتحدة من أصل آسيوي فهؤلاء يسكنون عدة ولايات التي تتموقع بين الولايات المتأرجحة أو الموالية تاريخيا للديمقراطيين أو حتى الموالية تاريخيا للجمهوريين فاليوم استطلعت الرأي هل هي في سيناريو مماثل لموقعها في انتخابات 2016 أم أنها قد تخيب التوقعات وتعلن إفلاسها في المشهد الأمريكي أولا ما بينك أوسانس دعني أقول لك أهنئك على تحضيرك لهذا الملف أنا أستاذ في المجال العلم السياسي مختص في الحياة السياسية الأمريكية مختص في الحمالات الانتخابية وشغلت منها لمدة سنوات كبيرة جدا 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 وأعرف بشكل كبير عما تتحدث إذن ما تكلمت عليه وجد مهم أهنئك على عملية التحضير ولكن لو سمحت بدقيقة واحدة أخرى إلى جانب التهنئة هناك مجموعة من المشاهدين الذين لا يعرفون أو لا يحيطون بالشكل الدقيق بمجموعة من الأسئلة هي جد مهمة طرحتها في الأول لو سمحت لي أنني أعطي عليها إذا سمحت لي بحسب الوقت المعطى بعض الوقت لأنك تكلمت على استطاعة الرأي العام فلا يمكن أن نمر إلى موضوع آخر سمح لي وأظن بأن دول هدف وتشكرك بزافة وأهنئك على التحضير ديالك إذن نتكلم ترحت سوء عدة أسئلة ببنسبة لهذا إذا خليني إلا سمحت لي نتكلم في استطلاع الرأي العام قلت بأن هيلاريكتل الصدمة التي حققتها المؤسسات دي الاستطلاع العام تجعلها تأخذ درس من جديد فهذه الاستطلاعات الآن جميع المؤسسات المتمة وكبريات المتمة باستطلاع العام تقول دائما أنني هذه النتائج ولكن لن أستطيع أن أكون حاسيما لن أستطيع وصلوا إلى معدل قالوا ولو كانت مثلا 10% بالنسبة لبايدن زيدا أو بالنسبة حسب الولايات يجب أن ننقص 3% من قبل كانت استطلاعات تدعى هامش خطأ ديال 1 و 1.5% لأن نطلع إلى 3.5% وبالتالي حينما ننظر إلى استطلاعات فلوريدا ولا غيرها ولا هذا تنزولوا 3.5% 3.5% باش نزولهم تنقلوا وخاء أنهم بايدن دبا في ولايات بأنه زيد 3.5% إذن المعدل الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والمجزة للإستطلاعات العام تقول بأنه 3.5% 3.5% لا تسوي أي شيء وبالتالي الدرس الذي أخذناها هو العبرة ديال الانتخابات 2016 إذن أقول بأنه استطاعت العام وآخذ استطاعت العام وأنه مباشرة مع كبريات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ومباشرة مع المؤسسات المكلفة بالسلام العدد الآن نقص بايدن وهذا هو الغريب بايدن منذ أربعة أيام كانت هناك ما بين 11 و 11 عشر و 11 هتنازلت دابت هذه النسبة لنسبة لا تتجاوج ما بين 5 و 4 وبالتالي فقط البارح 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 بأننا نقوم بأن بايدن قام في ميشيغان وبخمسة تجمعات انتخابية وبالتالي استطاع أن يسترد مجموعة من الصوات التي كان فقدها ودخلت وحسبت بنسبة الرأي العام بنسبة لبايدن مثلا غير كلمة وبسيطة وردت على لسان بايدن في المقابلة إياها الأخيرة قال بأننا في تكساس تكساس كانت نسبة مرتفعة بالنسبة لبايدن والتكساس معروف بأن فيها كبريات المؤسسات الكيميائية البترولية فقال كلمة دون أن ينتبهها وسيؤدي ثمن عليها في تكساس لما قال قال بأنني أنا مع نوع من الطاقة المتجديدة النظيفة وبالتالي يجب عادة النظر في الإنتاج البترول وغيرها مباشرة 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 لبايدن البترول موجودة في تكساس تحرك وكذلك العمال المئات عشرات ومئات الألف الذين يشغلون في مجال البترولي مباشرة حولوا الاتجاه إذن الاستطلاعات هي يمكن بعلميا وكذلك أنا أشتغل في مجال استطلاع رأي العام كذلك هي لا يمكن أن تمثل الواقع آخر دراسة آخر آخر تحليل استطاعة رأي العام وجدوا بأنه الأمريكي مجموعة من الأمريكيين أنهم حينما يطرحوا عليهم السؤال لا يتجنب أن يعطي وجهة نظر رياله من قبل كان يعطي مباشرة أن يأميني أو يصار نعم سلعبدي فقط لكي لا نطيل الحديث في مجال استطلاعات رأي العام إلا أسمحتي لي هناك محاور ستهمة والوقت يعني يداهمة تحدثت قبل قليل عن تصريحات في تكساس وكما نعلم بأنها ولاية يعني ولاية من أبرز المنتجين للوقود الأحفوري الذي ربما يعتبر بديلا للنفط في المستقبل وأمريكا لديها الاحتياط الأكبر من هذا الوقت ولكن هناك خطابات متعددة كانت داخل الحزب الجمهوري على لسان ترامب أو حتى لدى الديمقراطيين على لسان جو بايدن كلا اختار أسلحته بالنسبة لبايدن اختار سلاح كورونا يعلم بأن هناك أكثر من 200 ألف قتيل وبالتالي ملايين المصابين بفيروس كورونا أمريكا تسجل لحد اليوم حسب الأخبار التي تناولناها في نشراتنا يعني أعلى نسب إصابة بكورونا ونعلم كيف تعامل دونالد ترامب مع هذه الجائحة قال لا تهتموا لكورونا كورونا كالإنفلوانزا استخدموا ربما المعقيمات إلى غير ذلك فكان لديه بعض التصريحات واليوم كما كان مثلا تصريح في تكساس هناك تصريح آخر لدونالد ترامب يتحدث عن الأطباء الذين يكتبون شهادات الوفاة للمرضى الذين يموتون حسب ترامب بأمراض عادية وأنهم ماتوا بكورونا لزيادة النسب ولأنهم يتقضون أموال طائلة على ذلك هكذا يقول ترامب فبايدن استخدم سلاح كورونا استخدم سلاح التهرب الضريبي وقال بأنه لم يكشف عن أدائه الضريبي لسنوات استخدم أيضا علاقاته الخارجية وفشله في ملف إيران النووي كان هناك عدد كبير جدا من النقاط الرئيسية في خطاب بايدن ولكن بالنسبة لترامب فلن أقول الشعبوية لست بمؤاهل لكي أحكم مثلا على خطاب رئيس دولة ولكن نقول بأنه ذهب لأمور أخرى فيها شخصنا أكثر من البرنامج السياسي للديمقراطيين أو حتى لترامب الرئيس النائم الرئيس الفاشل فساد ابن جو بايدن بعلاقاته الاقتصادية مع شركات صينية دون أدلة مادية دين ابن جو بايدن ماذا تريدون أن يدعمه أوباما ذلك الرجل الذي فشل في برنامج أوباما كير فكان هناك شخصا نوعا ما من دونالد ترامب بطريقة قد نقول بأن هناك مؤيدين ونعلم كيف يتابع الأمريكيين كل ما يقدمه دونالد ترامب عبر تويتر فهذه السياسة في الخطابات كيف تنظر إليها ولمصلحة من لعبت بالنظر إلى أننا كنا في كورونا ولم تكن هناك مناظرات تلفزيونية كما كان عليه الحال في 2016 أو حتى الانتخابات التي سبقت جيد إذن الناخب الأمريكي بطبيعته ناخب يهتم بالشؤون الداخلية بشكل أساسي وقليلا ولماما يهتم بشؤون خارجية فعلا كان النقطة المهمة بنسبة له هو الشغل ونسب الشغل الذي حققها وقد لعب ترامب دور مهم وهذه من المسائل الذي حققها أنه حقق نسب جيدة فيما يتعلق بمواجهة مسألة البطالة الشيء الذي كان لا ينتظره هو مسألة كورونا كورونا طرحت تعامل معها بشكل يعوزه استشارة دول اختصاص وبالتالي قال كما أشرت إليه بأنه سهن بها بأنها مثل الأنفلونزا تزول وبأن الناس يقومون بتخويف الأمريكيين ومباشرة كان يصخروا من طراب حينما كان يلبس القناع وغيرها وليتصدح من بعد بأنه خطأ في تقييم خطأ في الاستعداد لمواجهة كورونا وفعلا هذا سيكلفه أصوات وأصوات أخرى ولهذا حينما تكلمت عن مجال أخرى الخطب للرئيس الأمريكي أو الخطب للحملات ذلك هناك استطلاعات كما تكلمنا من قبل وينظرون ما هي المسائل التي تهم المواطن الأمريكي ثم يسوقونها في خطابات أو ديكالارات أو غيرها إذن لهذا النوطراب حاول أن يقول بأنه تكلم على اللقاح سيتيم وتحقيقه في أقرب وقال بأنه كلف مجموعة من الناس لقي يكون بدون سعر مجاني ثم حاول كذلك أن يربح في مجال أخرى وتكلم عن الشيء الذي حققه أو أكد على أنه حققه وهو فرص للشغل ومن هنا لاحظت بأنه يعني خبراء خبراء الحملة الانتخابية فقالوا له لقد أدعت النساء أصوات النساء وبالدات النساء المتعلمات وبيتالي حاول أن تركز على جانب معين النساء من خلال الشغل فأصبح جلد الخطب في العشرات الأيام الأخيرة بأنني أنا أسمح لي أن أكمل أنا أوجدت فرص صغل لأزواجكم ثم كذلك وجد بأنه قلت قبل النسب الجد مهمة لوركرز هما الناس العاملين وبدون شهادات إيجازة أو أسادات جامعية ولهذا خاطبهم وهذا هو الوركر يمثلون نسبة حوالي ما بين 50-60% في المتحدة الأمريكية ثم كذلك الإثنيات والأقليات الموجودة في أمريكا إذن حينما نضع حملة انتخابية وحين الخطب كل جمل تكون مدرسة صحيح وكل خلوج عنها يؤدي تمام وهناك أيضا يعني جيش عامل مع دونالد ترامب أو حتى بايدن في هذه الحملة الانتخابية ويختارون الخطابات وكيف تكتب لدي سؤال آخر وفيه وقت قصير في الإجابة لأن الوقت قارب على الانتهاء لسمحت المجمع الانتخابي كما تفضلت قبل قليل قلت 270 صوت يؤهل الرئيس للذهاب إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون حصلت على أصوات أكثر من ترامب يعني بثلاثة ملايين ليس رقم سهل ولكنها لم تفوز برئاسة الولايات المتحدة هناك الديمقراطيون يطالبون بإلغاء قانون الانتخاب الأمريكي حاليا ولكن هذا يتطلب ربما يعني مصطرة قانونية فيها مجلس الشيوخ وسن قانون جديد ولكن يقولون أيضا أن هذا القانون يمثل تعديل دستور صحي هذا القانون يمثل لب الكنفدرالي أو ما هي الكنفدرالية الأمريكي بمنح ولايات وإن لم يكن فيها عدد سكان كبير فرصة لكي يكون لها تأثير على المشهد الانتخابي هل سيخدم مرة أخرى المجمع الانتخابي دونالد إلترام أم رأس؟ شكرا هذا السؤال جد مهم وكان من أهم المحاور ومن راح دخلوا أهنئكم على اختارها هناك أناس لا يعرفون الطريقة لم تتحلموا الفرصة لتعرف بهذا الأمر هذا المئتين وسبعين الصوت أو الصوت السحري هذا ماذا تمثل؟ هي نصف عدد عدد ديال الناس هي خمسمية وثمية وثمية وثلاثين هذة خمسمية وثمية وثمية وثلاثين شمنا هي؟ هي 435 ديال عدد ديال مجلس النواب ثم هي زيد عليها 100 ديال مجلس الشيوخ هي خمسمية وثمية 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 هي كلاة ديال واشنطن دي سي كلاة لأنها ليست ولاية هي تتمد تابع لديستريكت أوف كولومبيا وبالتالي عطيت لها ثلاثة إزالات عصبري ولاية إذن من هناك تجينا الخمسمية وثمية 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 هذن خبيل الكبار كيف؟ منذ مئتين سنة عند محاولة وضع الدستور كان هناك مشكل كبير بين الطيارين الطيار الذي قالت لنتبع ديمقراطية هو أن نتبع التصويت الشعبي وهناك الطيار الذي قال لا يجب أن الشعب لا يتوفر على تقافة سياسية ويجب أن نعطي لأناس مهتمين بهذا المجال وبالتالي كان لمن ضروري إرضاء الطرف هذه ثلاثين ثانية أسمحتي ثلاثين ثانية فقط سألت إذن في الدك إذن قلت بأنه وصلوا إلى اتفاق بهذا الشكل هذا بأن كل ولاية حسب عدة متغيرات لها نسب معينة وبالتالي هناك ولاية ما بي عندها جيكاتا وهناك ولاية عندها ما بين التسعيد وعشرين وولاية ما كسرك بحل لكاليفورنيا إذن قلت بأنه لوصول على النسبة السحرية دي الميتين وسبعين ستعطي الفرصة بوشرة للدخول إلى البيت الأبيض نعم شكرا لك عبد الله العبدي وأنت أستاذ في القانون وأيضا مختص في الشأن الأمريكي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية في ضيف التحرير والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحية نما كنتم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة